وكمان وصفة لكريمة الزبدة وهي كريمة الزبدة المحمصة نوع من أنواع الكريمة هاي الكريمة بتقدروا بتستعمدوها لتغليف الكيك من برة لحشوة الكيك تحت عجينة السكر كمان بتصلح وكمان لتزيين الكبكيك ولتزيين التارت والحلويات بهاي الوصفة بنعمل تكنيك أنه إحنا نحمص الزبدة لحتى نخرج عن طعم الزبدة المألوفة اللي كتير من الناس ما بتحبوه راح أجيب كمية من الزبدة نص المقدار راح أحمصه على النار على درجة حرارة متوسطة لحتى يصير عندي بهذا اللون فيه حبيبات هيك صغيرة باللون البني بعدين راح أرفعه على جانب إما بدرجة حرارة الغرفة تقريبا 3-4 ساعات أو بحطه بالتلاجة تقريبا نص ساعة ومثل العادة طبعا راح أترك المقادير كاملة بصندوق الوصف أسفل الفيديو الآن بعد ما حطيتها بالتلاجة تقريبا نص ساعة شوفوا كيف قوامها طبعا الحبيبات البنية تحت هلأ لما نخفوق راح تشوفوا الآن راح أخفوقها لحتى أحصل على قوام كريمي وبعدين راح أجيب كمية الزبدة نص المقدار اللي بقي عندي ورح أحطه على الزبدة المحمصة اللي أنا خفقتها راح أستمر بالخفق لحتى أحصل على قوام كريمي ناعم وبعدين راح أصير أضيف السكر البودرة بالتدريج بقدر بضيفه على مراحل مرتين ثلاثة على حسب الكمية طبعا والمقدار اللي أنتو عم تشتغلوا فيه وأكيد أنتم لاحظين أنه على قد ما بخفوق على قد ما بتصير كريمية وبيفتح لونها ولكن أنها تصير لونها كتير فاتح أبيض أبدا ما راح يصير لأنه بتعرفوا أنه إحنا حمصنا الزبدة أخدت لون بني فاتح وهذا اللون مستحيل تحولوا للون الأبيض إلا بإضافة ألوان طبعا أنا بتجربتي وبنصيحتي أنا أبدا ما أفضل أنه نضيف ألوان أو ملونات على هذه الزبدة لأنه بحب أنها الشغل اللي اشتغلته بالزبدة أني أحصل على هاي النقاط البنية وهذا اللون ما بحب أبدا أضيها باستخدام الألوان طبعا هذا الإشي بيرجع لكم الآن راح أضيف الحليب بتقدروا بهاي الخطوة بدل الحليب تعودوا بأهوة أو بنس كافي أو بأي طعم أنتو بتحبوه أنا بعطيكم الوصفة الأصلية زي معوتكم وإنتو بعدين إيش ما بتحبوه تضيفوا من منكهات أو إشي تاني طبعا هذا حسب الزوق ومن ناحية ثباتها وقوامها قوامها كتير كتير ناعم بيجنن وبنفس الوقت كتير كتير ثابتة حتى لو الآن بدي أعمل تجربة في الأقماع ممتازة للتزيين ولعدة استخدامات هذه وصفتي لليوم شكرا لكل التعليقات الحلوة اللي بتوصلني منكم شكرا لكل الدعوات الطيبة منكم وشكرا على المشاهدة